أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً يعني الصراحة اليوم بقول لهم كثير في مناسبات كثير في أعياد كثير في أشياء مميزة أول يوم ربيع ذكر معركة الكرامة عيد الأم وأيضاً كمان بنا نحكي عن يوم مهم جداً وهو يوم الشعر العالمي بهذه المناسبة يشرفنا استضافة معالي وزير الثقافة الأسبق معالي جري السماوي أهله سهله فيك صباح الخير أهله سهله شرفتنا ونورتنا الله يسلم يعني يوم كل عامة بخير وانت بألف خير يا رب يوم الشعر العالمي يعني هذا اليوم اللي أنا بالنسبة لي من الأشخاص اللي أستمتع لما أسمع ناس بيحكوا شعر أو بيقرؤوا شعر أصبحنا نسمع بعض الأشخاص بيغنوا هذا الشعر أصبحت أغاني إحنا من ردةها كل يوم فأهمية وجود يوم للشعر ليش خصصنا يوم لهذا اليوم أول شي صباح الخير وكل عامة بخير بمناسبة عيد الأم أعيد معركة الكرامة ذكرى معركة الكرامة المجيدة أقدم يعني المحبة العالية وكل عام والوطن بخير جلالة الملك سيدنا وجلالة الملكة صحيح هذا يوم الشعر العالمي من سنة 1999 أعلنت اليونسكو المنظمة العالمية للثقافة والعلوم بتخصيص يوم للشعر كان الهدف بحسب ما تقول الإعلان بيقول الإعلان عن ذلك لإعادة الاعتبار للثقافة المحلية وللشعر وللغات أيضا يحتفل العالم الآن بهذا اليوم هو ليس فقط الوطن العربي العالم كله يحتفل العالم كله نعم ويتقام مهرجنات في بعض دول العالم يعني مثلا حتى في الأردن اليوم فيه احتفال في مؤسسة شومان بهذه المناسبة يوم الشعر العالمي جايين شعراء بعضهم من برة وشعراء محليين لكن الشعر عموما هو موجود في الحياة كنت تقولي عن غناء الشعر هو الشعر أصلا كان يغنى يعني هوميروس شاعر الإغريق العظيم كان يغني قصائده يلحنها ويغنيها يعني الشعر من أيام الإغريق عم نحكيه من أيها؟ لا هو الشعر وجد مع الإنسان يعني الإنسان بدأ يتهجى يعبر عن نفسه بالرسوم على الجدران الكهوف بالرقص هذه أول وسائل تعبير ثم بالكلام السجع يسمونه سجع الكهان الذي ارتبط بالعبادة والطقوس الدينية حتى عند العرب قبل نضوج الشعر العربي بدأ بسجع الكهان الدعوات إلى القوة الخالقة التي كانوا يعتقدون بها قبل التوحيد وقبل قدوم الديانات السماوي وكانوا يتهجأون كلامهم أمام هذه القوة فبدأ الشعر فارتبط الشعر بالدين ارتبط الشعر بالفنون ارتبط بالموسيقى ارتبط بالتعبير عن دواخل الإنسان حتى ان الشعراء العرب ليس فقط هوميروس سيد الشعر الغريقي او الغربي لكن ايضا كان هناك شعراء الجوالون الذين يحملون قيثاراتهم ويتجولون في اوروبا وفي العالم والقيثار هنا بمعنى القيثار القديم يعني قد تكون ربابة لدينا عندنا احنا الربابة الرعوية يعني احنا بسرنا تشوف اكثر من نوع شعر مثلا في قواعد للشعر في قوانين للشعر وفي ايضا الشعر او النثر الحر اللي بتلاقي الناس اللي بس بتكتبوا فيه نوع من القافية وفي بعضها ما فيه قافية يعني صارت هي عبارة عن تعبير للشخص هو هذا المهم انه هذه اداة تعبيرية عن داخل الإنسان صحيح هل الشكل قد يكون بالوزن العمودي قد يكون بشعر التفعيل كما يكتب كثير من الشعراء وقد يكون بالنص الحر صح لكن في النهاية ما هو الشعر يعني الشعر ليس فقط طبعا فيه تعريفات كثيرة للشعر احدهم بقول اللعب بالكلمات وبعدين مثلا الشعر هو الكلام الموزون المقف كما قالت العرب تي أس أليوت الشعر الإنجليزي العظيم الأمريكان يعني هو أمريكي إنجليزي بقول الشعر هو أن تضع أو أن تجعل من اللاشعر شعرا من المألوف العادي الكلام العادي والمألوف ترفع إلى هي ترتيب كلام بطريقة لكن يعبر عن معنى مجازي بمعنى فيه فيه آسف المقاطعة لا أبدا فيه مستويين من اللغة المستوى اللي نحكي فيه إحنا ونعبر فيه عن معلومة وواحد يقول مثلا بدي أشتري كذا بدي أروح على السوق بدي كذا هذا المستوى العادي من الكلام الذي يؤدي خدمة وظيفية يومية والكلام المجازي كأن تقول للمرأة أنت وردة هذا كلام يصبح له معنيان صح لا ويعني إحنا مثلا أنا بالنسبة لإلي بالشعر أن الشعر يمكن من أرقى أنواع الفنون والثقافة يعني إحنا عم نقول الشعب يرتقي بالشعر وإنت لما تجلس مع شخص شاعر أو تسمع كلمات الشعر تدخل لقلبك يعني أنا في مرة من الأيام استضفت شاعر معاي على الهوى وبكيت يعني يعني فعلا بكيت لأنه بتحس أنه بيلمس عندك إشي مميز جدا صحيح ملامس المشاعر والأحاسيس والداخل هو ملامسة الداخل صحيح على هيجل الفيلسوف المعروف يقول أن أعلى إنتاج عقلي صنعه الإنسان هو الشعر أعلى إنتاج عقلي هذا ما يقول هيجل لا أتحيز أنا طبعا أنا أنا بحب الموسيقى مثلا طبعا إذا خيرت أني أسمع شعر أو شيء ثاني أحب أسمع موسيقى لأن الشعر يمكن لأنه دائما عايش معي صحيح لكن بحب الموسيقى لا أنا يعني مثلا الفنان كاظم الساهر يعني نحن نزار القباني الشعر سرنا نعرف شعر نزار القباني صحيح من الأسلوب التي تغنى لكاظم الساهر لكن يقال أحيانا أنه بعض الأشخاص اللي فعلا بيقرؤوا الشعر بقول لك لا أنا ما بحبهم غنى أنا أحب أقرأ قراءة لأنه أنت هيك عم بتقيدني زي الكتاب مثلا إذا شفته أنت صار على فيلم في بعض الأشخاص مثلا ما بحبه بقول لك لا أنا تصورته بأسلوب أو بطريقتي هو هي هذه مسألة كيف تتناول الإبداع كيف يتم للمتلقي أن يتناول العمل الإبداعي صحيح مثلا أنا بقرأ الرواية وبشوف في فيلم بس لا أكتفي يعني في الأساس أجب أقرأ الرواية بطريقة صح؟ يعني أنت بتطلع عليهم بطريقتين لأنه فنين مختلفين فعلا يعني الرواية عندما تقرأها بتبني في المخيلة عوالم كل متلقي يراها بحسب شخصيته بحسب استيعابه بينما الفيلم يعطيك الصورة جاهزة صحيح لا يدعم مجال للتخيل طيب يعني ما عليك بدي أسألك بشكل عام إحنا في الوقت الحالي عم نشوف للأسف بعض الأشخاص يسيئوا استخدام اللغة العربية أو خلينا نحكي أصبح الآن حتى هناك يوم مخصص للغة العربية صحيح يعني هل ترى أنه في وقتنا هذا قل الشعراء وقل الحب لأدبنا العربية أو للغتنا العربية استخدامها يعني حتى مثلا بالمسجات صار لنا اللي بيسموهم العربيزي اللي هو العربي مع الإنجليزي وطريقة سلوب لغة جديدة خلينا نحكي فما رأيك هل فعلا نتندثر يعني هذه نتيجة لتطور التكنولوجيا يعني بس في الواقع كل أمة دائما بتعتز بلغتها القومية وبتاريخها وبهويتها إحنا للأسف في هذه الظروف الآن نحن أمة مهزومة للأسف هذا لا يعني أنه أنا يائس أو يعني مثلا ليس لدي أمل بالعكس أنا واثق من أنه هذه الأمة ستنهض وستنتصر بس في هذه الظروف نحن مهزومين فبذلك قال إبن خلدون بيقول الأمة المهزومة تقلد المنتصر فإحنا نجرحنا وراء لكن فيما يتعلق باللغة العربية اللغة العربية لغة عظيمة فعلا مش تحيزا أو يعني شوف نية قومية لا لكن اللغة العربية عمرها تقريبا أكثر من ألفين سنة بهذا النضج اللي إحنا عليه يعني المعلقات المعلقات التي كانت تعلق على جدران الكعب المكرمة كانت شعر ناضج نفهم ونحن أبناء القرن الحادي والإشرين الآن نقرأ المعلقات نفهمها هذا كان حوالي 150 ل200 سنة قبل الإسلام نحن نحكي عن ألفين سنة بينما اللغة الإنجليزية عمرها فقط من ألف وستمئة بالنضج هذا ألف وستمئة مات شيكسبير ولغة شيكسبير كانت اللغة المتأخرة التي بدأنا نفهمها لكن حتى صعب على اللغة ما هذا نبدأ أحكي لك حتى للشيكسبير يعني في الأدب الإنجليزي يدرسون النص الأول في اللغة الإنجليزية كانوا يدرسون ويعطون ترجمة إلى الإنجليزية الحديثة لأنه صعب جدا فاللغة العربية عريقة جدا لكن المشكلة في طريقة تدريسها عندما وضع النحات وعلماء اللغة قواعد اللغة العربية وضعوه بحسب المنطق الإغريقي اللوجيك يعني زي الرياضيات فقواعد اللغة العربية بسيطة جدا راح نحن نتعلمها بشكل صعب لكن هي بسيطة هي باختصار المرفوعات والمنصوبات المرفوعات هي التي تقوم بالفعل والمنصوبات هي التي يقع عليها الفعل أحكي لك يعني أنت على فكرة سعتني جدا لأنه أنا داما عندي ضعف بالرياضيات والقواعد فاللغة العربية والموسيقى فيهم كثير رياضيات والموسيقى كل عام كل عام وكل الأمهات بخير أدعو الأبناء لتكريم أمهاتهم بالمحبة وبالفتاة الصغيرة أكثر من الهدايا إن شاء الله وكمان يعني معركة الكرامة هذه التي هي رمزيتها أنها أعادت إلى أرواحنا الوهج صح والثقة بأن هذه الأمة باقية وستنتصر وستبقى باقية وما زلنا بلد الأمن والأمان بعد خمسين سنة منذكر معك في القرام آمين يا رب عموما فاصل قصير ونواصل بقية في قناة ناتكم معنا